لو حضرتك بتردعي طبيعي وعاوزة تزودي اللبن وكمان جودته يبقى في حاجات لازم تعمليها وتلتزمي بيها رقم واحد لازم تشربي سوائل كتير جدا وأهم السوائل اللي لازم تلتزمي بشربها هي الميا وبعد منها يجي العصاير الطبعية والأعشاب الطبية زي الينسون والشمر والكراوية وكمان كل أنواع الشربات سواء شربة لحمة أو فراخ أو خضار أو أي نوع شربة بتفضلي تاني حاجة لازم تهتمي بأكلك كويس جدا ومحتواه من البروتين والخضار تالت حاجة ودي مهمة جدا وهي أنك تحاولي تحسني حالتك النفسية وتهتمي بنومك على قد ما تقدري الحاجتين دول مش متوقفين عليكي أنت لوحدك دول على الأغلب بيكون المحيطين بيكي ليهم إيد في أنك تقدري تعمليهم فتعلمي أنك تطلبي من اللي حواليكي أنهم يساعدوكي المساعدة النفسية مهمة جدا ولو مش بتعرفي تنامي كويس علشان البيبي لسه نوم ومش منتظم فياريت حد يساعدك ياخد البيبي شوية لحد ما تنامي لأن ده هيفرق كتير جدا في نفسيتك وفي صحتك عموما وفي إنتاج اللبن بالأخص